عودة لضيفنا من عرعر مدير التعليم في منطقة الحدود الشمالية عثمان العثمان للحديث حول الدراسة وبداية هذا الترم أستاذ عثمان كيف بدأتم الدراسة في منطقة الحدود الشمالية كيف أشرفتم على اليوم الدراسي الأول أحييك أخي حسن وزملاك الكرام ومما لا شك فيه أن الجهود تتوالى من لدن وزارة التعليم ممثلة بمعالي الوزير وأصحاب المعالي وأصحاب السعادة وأيضا تتوالى الجهود في إدارات التعليم في المملكة العربية السعودية وواحدة من هذه الإدارات هي الإدارة العامة للتعليم في منطقة الحدود الشمالية الأسبوع الأخير من الدراسة في الفصل الدراسي الأول كان هناك فرق عمل طبعا كنت هناك فرق عمل تتابع الاختبارات والنتائج وتتواصل مع أولياء الأمور مع الطلاب وفق إجراءات احترازية ركزت على التوجيه السامي الكريم بسلامة الإنسان أولا وفق إجراءات احترازية وأيضا تطبيق العديد من البرامج التي تكفل بصحة وسلامة الإنسان أولا فرق العمل كانت تتوالى وتوالي جهودها في الاستعداد الفرق الأخرى كانت تختبر الفرق الثانية كانت تجهز لبدء الفصل الدراسي الثاني ومما دعم ذلك اليومين الأخرين من الفصل الدراسي الأول جندت فيه إدارات التعليم جميع المشرفين والمشرفات ومديري ومديرات المدارس لاتهيئة لبدء الفصل الدراسي الثاني لهذا العام اللي هو العام 1443 وانطلقت في هذا اليوم في جميع مدارس المملكة العربية السعودية كالمعتاد بالنسبة للمرحلة المتوسطة والثنوية وفق الإجراءات الاحترازية المؤكد عليها ووفق ما يرد من وزارة الصحة بالتعاون ما بين وزارة الصحة ووزارة التعليم وأيضا الدراسة استمرت عن بعد وهي تجربة طبعا رائدة لها إيجابياتها ولها طبعا فيها سلبياتها ولكن طبعا بلا شك دمش التعليم بالتقنية أعطى الأسر فرص كبيرة لطبعا متابعة أبنائهم للإحساس بقيمة التعلم لأيضا الدور اللي تقوم فيه وزارة التعليم إثناء ما كانت الدراسة حضورية فرغم هذه طبعا الجائحة والستمرارة إلا أنه الحمد لله يعني يوم بعد يوم تثبت طبعا المملكة العربية السعودية وممثلة بوزارة التعليم على الحرص ونجاح أيضا العملية التعليمية في جميع مناطق المملكة فيما يخص العملية التعليمية عن بعض لطلاب المرحلة الابتدائية وكذلك ما هي أهم النصائح التي توجهها كأب لهؤلاء الطلاب جميعا حتى يكونوا في مستوى يعني يناسب المكان الذي يتواجدون فيه وكذلك يعوض ما يحتاجونه خلال وجودهم الحضور في المدرسة رسالة للطلاب ورسالة للأهالي طبعا أؤكد على الأهالي استمرار تواصل مع المدرسة وأيضا طبعا أيضا تفعيل دور التقنية في التعليم ومتابعة أبنائهم والحرص على التواصل المستمر مع المدرسة وأيضا أبناء الطلاب وابنات الطالبات نؤكد على أنه طبعا هذه فرصة بالحقيقة وإن كان طبعا الحضور داخل المدرسة هو طبعا هاجس لدى أبنائنا الطلاب وابناتنا الطالبات وأيضا هاجس لدينا نحن جميعا في التعليم إلا أنه طبعا هذه فرصة لتفعيل دور التعليم في التقنية والكثير من الأمور تعلمتها الأسر والكثير من الأمور تعلمها أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات أؤكد عليهم طبعا الحرص التام وتعويض الفاقد التعليمي حتى بعد الانتهاء من المنصة يعني في بقية اليوم يحرصون أشد الحرص على أنه يعوضوا هذا الفاقد وفقا لما نهجته وزارة التعليم في العام الماضي أنه أعطت فرص كبيرة لأولياء الأمور بأنه يعوضوا الفاقد التعليمي لأبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات إثناء الإجازة الصيفية وهو طبعا برنامج مميز طبعا توج هذه الجهود التي طبعا توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين في دعم التعليم في ظل هذه الجائحة بأيضا تعويض أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات الفاقد التعليمي خلال العام الدراسي يعني دخل العام الدراسي ودخل هذا الفصل الدراسي ومع دخول فصل الشتاء في الحدود الشمالية درجات الحرارة تبدو منخفضة أكثر من غيرها كيف تتعاملون مع انخفاض درجات الحرارة والحضور الدراسي لطلاب المرحلتين طبعا الطلاب المرحلة المتوسطة والثنوية هناك برامج معدة من قبل إدارة التوجيه والإرشاد وأيضا التأكيد على ذلك بطبعا نصائح وإرشادات التي تصل للمدارس أحيانا تصلهم خطابيا وأحيانا إثناء زيارات المشرفين والمشرفات للمدارس وأيضا بنشرات توعوية والتصحيفية لأبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات كما أن القطاعات الحكومية الأخرى سواء نجهات الأملية أو طبعا إمارة المنطقة تحرص كل الحرص على توعية المواطنين والمواطنات بأهمية توقي طبعا استمرار أو موجة البرد القادمة واللي طبعا دائما ما تعاني منها مناطق الحدودية ومناطق الشمال المملكة وخاصة منطقة الحدود الشمالية في طريف تصل درجة الحرارة إلى ما تحت تقريبا خمسة تحت الصفر والمحسوس منها يمكن يصل إلى درجات أعلى من هذه الدرجة طبعا إدارة التعليم ممثلة بإدارة الإشراف التربوي وإدارة التوجيه يزودون طبعا طلاء المدارس وطبعا مديري ومديرات المدارس بكل التعليمات التي من شأنها توقي مثل هذه طبعا التي تأتي كل سنة سواء جاحة البارد أو غيرها من الأمور الحدود الشمالية ما شاء الله متعودين عليها وأخذين بإذن الله تعالى كل الاحتياطات اللازمة وفق التعليمات والتوجيهات نتمنى لكم ولكافة الطلاب والطالبات كذلك التوفيق والنجاح من عرعر مدير التعليم في منطقة الحدود الشمالية عثمان العثمان شكرا جزيلا للمشاهدة